كان يوم أمس زيارة مهمة لمحافظة نينوى وكان لدينا ايضا اجتماعات ولقاءات في قضاء السنجار وثلعفر طلعنا على الواقع الخدمي ومشاريع المنفذة من قبل المحافظة والمعوقات قسم نعتم نتخذين فيها قرارات تم حسمها والقسم الآخر قيد المتابعة متفقين على أهمية هذه المحافظة اللي نحتاجه أولا حتى الرتب الأولويات سبق وأن أقر مجلس الوزراء أنه إنهاء ملف النازحين هذا القرار حتى يتنفذ لازم نهيئ المتطلبات الخدمية المعيشية ولا ننتظر فقط جهود الحكومة المحلية وإنما كل الوزارات مدعوة لهذا الأمر المواطن حتى يترك المخيمات ويجي لدار سكنه يبترض أولا يحصل على التعويض مالته يرم من بيته يحسن من وضعه مئين الشغلة المهمة تكون الدوائر الخدمية وتكون مهيئة من حيث المدارس المراكز الصحية والخدمات البلدية الأخرى كذلك كل الدوائر الرسمية فروع الدوائر الرسمية تكون موجودة وحاضرة بملاكاتها وإمكانياتها حتى تكون بدورها في تقديم الخدمة للمواطن وإلا ما معقولة يجي المواطن إلى قضاء سنجار وما لا يجد لا دائرة تسجيل عقاري مثلا لا دائرة بلدية باقي الدوائر الدوائر الفرعية هذه كلها مطلوبة من عدنا من الوزارات نحن عدنا توجيه سابق واليوم نأكد عليه في هذه الجلسة مشاريع خدمية بصراحة يحتاج لهم الكثير يعني قضاء تلعفر يمكن صفر نجاري ما عدتهم شبكة مياه الصحي وقضاء تلعفر هو أكبر قضاء على مستوى العراق شفت أكوفة خلل هو أساسا بالتوزيع الأموال على مستوى المحافظة وحتى على الصندوق سابقا كنا نراجع هذا ووجهنا بهذا الأمر وأيضا وزاراتنا الخدمية خلت نطي اهتمام هذه المحافظات المحافظة اللي شهدت بعد تعرفون أحداث داعش وحرب التحرير وانعكاساتها على مجمل الخدمات مهم جدا أن ترجع خدماتنا اللي نقدمها بعيدة تكون عن الولاءات والاستفافات والموقف الناس كلها مستحقة وكلها محتاجة ليش أميز هذا المواطن عن ذاك والله إنه هذا قريب لهذا الحزب أو لهذا المسؤول حتى يستخدم إمكانياته ووزارته ومواردها ويوجهها بالاتجاهزة رسالة سلبية هذه راح نتابعها وبصراحة راح يكون لنا موقف فمطلوب من كل الوزارات انتراجع دوائرها اللي موجودة في محافظة نينواء بشكل عام وفي الأقضية اللي زرتها الحكومة بعد وصلت لهذه الأقضية يبترد أكو حلول ما ممكن أسمع نفس المشاكل موجودة عند هذه الدوائر أبدا فكل وزارة تشكل فريق عمل ويروح يتواجد في القضاء ويشوف دائرته وشنو متطلباتها وخدماتها ويطيني تقرير الهيئة التنسيقية يتابع هذا الموضوع وما أشر من ملاحظات كلها تعمم على الوزارات حتى يعالجوها الأخوات والأخوة إن شاء الله نحن على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك نسأل الله أنه يعيد عليكم وعلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بكل خير وأمن واستقرار ويمكننا من أداء واجباتنا في هذا الشهر المبارك اللي هو إلى نقوص خاصة نكون نوفرها للمواطن حيث الاستقرار الأمن واستقرار المعيشي اللي يتعلق بالأسعار المواد الغذائية قبل فترة شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم وأثرت على الفئات الفقيرة طبعا صار إجراءات مع الأخ وزير التجارة وأيضا السيد وزير الزراعة في مسألة فتح باب الاستيراد فتح مراكز بيع يحتاج أيضا أن نوقف استقطاعات السلف والقروض من المواطنين والمتقاعدين لشهر شهر واحد شهر رمضان الأجهزة الأمنية الاهتمام بوجبات الإفطار لأبناء قوات المسلحة مع التوجيه أنه يكون مشاركة القادة والضباط والآمريين يشاركون جنودهم في وجبات الإفطار اشتركوا في القناة